بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي بسمالة السيد عبد المجيد عمري 14 سنة حفظت القرآن الكريم وأنا عندي 10 سنين وبتمنى لكل الأطفال الصغيرين أنهم يحفظوا القرآن الكريم وخاصة في الأجهزة الدراسية لأن القرآن الكريم بينور الحياة وإحنا بالقرآن نحيا اشتركوا في القناة